متابعين الكرام مرحبا بكم مجددا في القناة الثانية لأنا السيوب والمخصصة للمجال العسكري في هذا الفيديو متابعين الكرام غادين تحطوا مجددا أو غادين فضحوا الكوارث ديالجيش شنقريحة جيش حضيرات الجزائر في كل مناورة كتكون هناك فضائح كتكون هناك كوارث نرى بشكل واضح وبشكل جلي على أن الجيش ديالشنقريحة ما زال متخلف تكنولوجيا إلى أبعد المستويات وما زال يعيش في الحقبة ديال السبعينات والستينات والثمانينات أي أنه بعيد كل البعد عن الحروب الحديثة وعن التقنيات العسكرية الحديثة وبطبيعة الحال البصبعي المسكين حينما يرى انفجارات ويرى الأضواء ويرى كذا البصبعي مثل الطفل الصغير ينبهر من الأضواء ومن الانفجارات وذلك شي علاج نظام شنقريحة دائما كدلي هاد المشاهد وكدحك عليه بكل بساطة أما نحن هنا متابعينا الكرام فسوف نحلل هذه المناورة لدار هاشنقريحة اليوم ونشرها الإعلام الجزائري اليوم بالمنطق العسكري وغد نتوقف عندها لحظة بلحظة فالمشاهد الأول لمتابعينا الكرام هو كما ترون الآن أمامكم على الشاشة فهذا اللقطة أول لقطة كتبان وهو جوج مقاتلات السخوي من ترى السخوي 30 الروسية يدوزون كما تلاحظون ويطلقون الفليرز الفليرز وهو هذه الأضواء التي ترونها أمامكم للا منطق من أنها تدوز جوج مقاتلات السخوي 30 على ارتفاع منخفط لا ندوم دخائر دكية كما سنرى بعد قليل ويطلقون هذا الفليرز والبصبع يشاهدون شيء بطبيعة الحال كما قلت لكم مثل الكفل الصغير ينبهر من هذا المشاهد ولاحظوا معي هنا متابعين الكرام على أن الجيش ديال شنقريحة في 2023 ما زال يعتمد على القنابل الغبية والقنابل الغبية هي العكس للقنابل الدكية القنابل الدكية تكون موجهة تكون عندها أنظمة توجيه وتكنولوجيا عالية هي العكس للقنابل الغبية القنابل الغبية هي نص الاستراتيجي الذي كانوا يدرونها في الحرب العالمية الثانية يجب أن يضط طيائر من فوق على ارتفاع منخفض ويجب أن يأتي القنابل ويجب أن تصب الهدف نفس المنطقة هنا متابعين الكرام قنابل غبية غير موجهة على مقاتلات الصخوي 30 وعلى ارتفاع منخفض أي أن إسقاط هذه المقاتلات الصخوي 30 أسهل ما يكون على ارتفاع منخفض وطلقين قنابل غبية نفس الاستراتيجية متابعين الكرام كانوا يدرونها الناس في الحرب العالمية الثانية مع العلم أن هذه قادفات وليس مقاتلات هذه كما تلاحظون الصورة من الحرب العالمية الثانية هذه قادفات تكون على ارتفاع عالي جداً وتطلق القنابل الغبية وتسقط على الهداف وشيكي جي في الهدف وشيكي جي بعيد عن الهدف نفس التقنيات تستخدم هنا الجيش ديال الشنقريحة غير أنه يلقي قنبلة واحدة في كل مقاتلة القادفات اللي شاهدنا يلقي عدد كبير من القنابل هذه تلقي قنبلة واحدة في نفس الموضوع اللي هو القنابل الدكية لاحظوا معي مثلاً هنا هذه المشاهد اللي ستشوفوا الآن هو من حقل المناورة في طانطان دائماً كي يجبني نرجع لهذه الصورة المضرعة التي تشوفها هي مضرعة بي ام بي مرتزقة البوليزاري وتم تدميرها في حرب الصحراء 1975-1991 الآن نتمرن على هذه البقايا ديال المضرعات كأهداف تدريبية لاحظوا معي متابعينا الكرام كيفاش قديفة الجدام من مقاتلة الـ F-16 المغربية ستسيب الهدف بشكل دقيق مع العلم أن القديفة الجدام لا يوجد رأس حربي أي أنها مجرد دخيرة للتدريب ولكن لاحظوا معي دقة الإصابة لاحظوا معي دقة الإصابة ستشوفها الآن بالعرض البطيء لاحظوا متابعينا الكرام كيف تسقط على الهدف مباشرة وقديفة الجدام حينما تضيفه لها الرأس الحربي فإن بإمكانها أن تدمر حي أو شارع بأكمله لاحظوا الدقة متابعينا الكرام وقارنوها مع هاد الكاريتة قارنوها مع هاد الكاريتة ديالجيش الشنقريحة والأمر على ما أظن واضحة وضوحة العيال إذن لنمر هنا مجددا الشيلكة الشيلكة منضرعة سوفياتية قديمة جدا لدرجة على أن نوعنا في المغرب وضعناها في المتاحف وضعناها في المتاحف تسلمناها على ما أظهر في أوائل 60 أو 70 أو في أوائل سبعينات سوف أعطيكم الصورة لا نتحدث بدون دلائل كما تلاحظوا هذه مضرعات الشيلكة وهذا هو الشعار القديم للقوات المسلحة الملكية المغربية الصورة هي أثناء تسليم مضرعات الشيلكة للمغرب في نهاية الستينات كما تشاهدون هذا الشعار القديم للقوات المسلحة الملكية والآن الشيلكة كما تلاحظون أيضا نضعها في المتاحف عندنا موضوعة في المتاحف هذه الشيلكة متابعنا الكلام هذه على ما أظن في المدرسة الملكية للمضرعات في المدخل سوف تلقاء الشيلكة موضوعة شيء من بقايا العهد القديم لذلك لا يزال يخرجها في المناورات لا يزال يخرجها في المناورات كما تشاهدون إذن نمر هناك مشهد خطير جدا مشهد خطير جدا على ما أظن أن الإعلام لم ينتبه ونشر هذا المشهد الخطير هنا سوف نرى مروحيات من تراز مي 17 تطلق صواريخ غبية إذن صواريخ غبية هي العكس للصواريخ الدكية تطلق روكت صواريخ غير موجهة لاحظوا على أنها ستسقط بالخطأ أمام الدبابات ولو سقطت بهمش خطأ كان قريب كانت ستصيب الدبابات لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي نزلوا قراب من الدبابات هذه ضربة بالخطأ المفروض على أن الصواريخ يقصوا من نزلوا بعاد لكن كانوا قراب من أنهم يصيبوا الدبابات كما تشاهدون هنا هذه ضربة جاءت بالخطأ ومع ذلك دوزوها في الإعلام لاحظوا كيف الصواريخ غير موجهة وكيف تنطلق بشكل عشوائي هذا هو الخطر للصواريخ تطلق بشكل عشوائي لاحظوا كيف ستنطلق وكيف ستنزل أمام الدبابات وكادت أن تصيبهم كادت أن تصيبهم إذا نحن للمسيّرة الأخرى هذه المسيّرة التي تشاهدون الآن تطلق عبر المنجانيق هذه المسيّرة تسمى BU95M هذه ليست مسيّرة بالنوع المفهوم الذي نعرفه وإنما هذه تطلق من أجل استعمالها كأهداف للتدريب خصوصا لمنظومات الدفاع الجوي ونفس المسيّرة نراها في المغرب كانت بيانة الصورة هي BU95M هذه الصورة في المغرب متابعين الكرام سنة 2006 سنة 2006 قطة هذه الصور في هذه الفترة BU95M لكن الفضيحة التي تشاهدون الآن متابعين الكرام هي BU95M نراها بشكل واضح ركزوا في هذا المشهد نراها بشكل واضح ركزوا في هذا المشهد لأن فيه فضيحة لاحظوا هنا BU95M من المفترض أن يتم معتراضها من طرف منظومات S300 الجزائرية للدفاع الجوي لاحظوا معكم هنا BU95M كيف تشاهدون هنا S300 كتلق الساروخ الساروخ يتوجه من المفترض على أنه يسقط أو يضرب هذا الهدف ولاحظوا على أنه ينفجر في السماء بدون اعتراض الهدف بدون إسقاط E95 لبانة هنا ما يعني فضيحة كارتة مهزلة منظومة S300 الجزائرية لا تستطيع إسقاط طائرة مسيّرة المشهد واضح سنعودها لكم متابعين الكرام لاحظوا كيف تشاهدون الصاروخ ستطلق ولاحظوا على أنه سوف ينفجر لوحده بدون إسقاط الهدف ما هو E95 لا يوجد والمصيبة أنه كيف يصفق بشكل غريب وبشكل غبي في نفس الوقت متابعين الكرام كيف تشاهدون هذه الصورة لا يوجد أثار من E95 لا يوجد أثار صاروخ انفجر لوحده بدون أثار لأثار ما يعني لأن منظومة S300 الجزائرية فشلت في اعتراض متابعين الكرام سوف أراكم في فيديو قادم إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر